نهاية نيابية لتخفيض النفقات الإجمالية المرتفعة في موازنة العام الحالي بعد تضخم العجز المالي فيها نتيجة ارتفاع تلك النفقات التي تأثرت هي الأخرى برفع قيمة الدولار وانخفاض الإيرادات نحن في اللجنة المالية وأنا أتكلم عن نفسي كأضو في اللجنة المالية لن نقبل المساس بدخول الموظفين خاصة ذوي الدخل المحدود والذين تضرروا أصلا من مسألة التضخم الحاصل في العراق بسبب انخفاض القوة الشرائية للدينار العراقي وباعتقادي راح تكون هناك تغييرات كثيرة في أغلب مواد هذا المشروع وتعمل اللجنة المالية النيابية بالاتفاق مع الحكومة على شطب البرامج والإنفاق غير الضروري والإبقاء على ضمان سريان رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحاكمة دون اللجوء إلى استحداث برامج تشغيلية أو استثمارية جديدة تزيد من هوة العجز وترفع حجم الإنفاق العجز كل دولار يسعد النفط ينزل العجز تريليون دينار نحن على باب الآن صعود بحكم التعافي في كورونا وبدأت عملية النمو والطلب على النفط يزداد سترتفع أسعار النفط ربما 10 إلى 15 دولار وبذلك تقلل من العجز الموجود في الموازنة وتقدر النفقات الإجمالية في موازنة العام الحالي بـ 164 تريليون دينار معتمدة بنسبة 80% على الإيرادات النفطية فيما تكفلت الإيرادات الأخرى بتغطية 20% من النفقات التشغيلية وترجح اللجنة المالية النيابية إجراء تغييرات كثيرة على مشروع قانون الموازنة لتخفيض النفقات الإجمالية فيها وإبعاد الطبقات المتوسطة والفقيرة عن معادلة الاستقطاعات والضرائب سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد